أهلاً بحضراتكم فيها هذه التقطية واللي هنتابع فيها تحركات جدة بتقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمحاربة ظاهرة العنف بين الطلاب داخل المدارس أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم أن حدوث بعض وقاء العنف بين الطلاب مرفوضة تماماً وإنه مش سلوك تربوي أو تعليم كمان شددت الوزارة على أن مواجهة ظاهرة العنف ليحلول أبرزها طبيق لائحة الانضباط المدرسي على أي طالب يخطئ أو يتجاوز مع زملائه بالإضافة لممارسة الأنشطة بشكل منتظم ويومي لتفريغ الطالب تقتو في أشياء مفيدة ودون ممارسة أي عنف كانت مدرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بور سعيد قررت فصل طالبتين بعد تداول فيديو ليهم داخل إحدى مدارس مدينة بور فؤاد في محافظة بور سعيد وكان معهم سلاح أبيض والبنتين قاموا بتهديد زميلة ليهم في المدرسة ووضح الفيديو ترديد الطالبتين لبعض كلمات التهديد والوعيد مع فتح سلاح أبيض واللي كان مطوع كطبعا مفاجأة لزميلتهم اللي تغيبت عن اليوم الدراسي طيب خلينا نروح لموضوع تاني وإنه كان العام الدراسي الجديد بدأ يوم السبت 9 أكتوبر الإفاة ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد ووضحت أنه هيتم متابعة طبيع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب للمدارس وحتى خروجهم مع تلقي أي شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة حذرت الوزارة المدارس من التهوم في طبيع الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسي وده مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسي وفقا لتوزيع المقرارات الدراسية وتقليل الكثفات الطلابية داخل الفصول من خلال طبيع الفترتين الدراسي يتكلم طيب كمان خلينا نقول أنه طلبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدريات التعليمية بضرورة تنفيذ الإعفاءات من المصروفات للفئات اللي تم تحددها وفقا للقرارات الوزرية المنظمة في جميع المدارس وشددت على أنه هيتم اتخاذ الإجراءات التقديبية ضد كل من يخالف التعليمات الخاصة بالإعفاء من المصروفات طيب مرة تانية خلينا نقول طلبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدريات التعليمية بضرورة تنفيذ الإعفاءات من المصروفات للفئات اللي تم تحددها وفقا للقرارات الوزرية المنظمة في جميع المدارس وشددت على أنه هيتم اتخاذ الإجراءات التقديبية ضد كل من يخالف التعليمات الخاصة بالإعفاء من المصروفات وضحك كمان الوزارة أنه تتمثل الفئات المعافاة من المصروفات المدرسية في العام الدراسي الجديد في طلاب يتام الأب أبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل أبناء كمان شهداء ثورة 25 يناير والطلاب الملتحكون بدور الرعاية الاجتماعية أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات التي تدل على ذلك وطلاب مدارس مناطق قلايب وشلاتين وبرمادة في محافظة البحر العمار بكده تكون انتهت تغطيتنا من تليفزيون اليوم السابع كنت مع حضرككم شروق وجدي شكرا ليكم وإلى اللقاء في تغطيات جديدة على مدارستها إلى اللقاء شكرا للمشاهدة